محليا نظم سكان بلدية مزرانة بولاية زيوزو وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة تيكزيرت تنديدا بسوء الخدمة والنقص الحاد في الإمكانيات على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية الأمر الذي تسبب في وفاة الطفل شهناز البالغة من العمر 13 سنة على خلفية حادث مرور حيث تم نقلها إلى مستشفى الولاية لتلقي الإصعافات تقرير الزمير عمار حمامي بعد حادث المرور الشانية الذي أدى بحياة الطفلها الزوك شهناز البالغة من العمر 13 سنة أقدم سكون قريتها إيهرغيرس والقرى المجاورة ببلدية مزرانة على القيام بوقفة احتجاجية على مستوى دائرة تيكزيرت مطالبين بتحسين مستوى الخدمات الاستشفائية بمستشفى الدائرة الذي عرف التدهور مؤخرا حسب رأيهم موسيقى هذا وقد أكدت مديرة مستشفى الدائرة عن تقديم جميع العلاجات الأولية وتم تحويلها إلى مستشفى الجامعي تيزيوزو أين رفضت أنفاسها الأخيرة قام هذا الطاقم الطبي على مستوى المؤسسة بتقديم الإسعافات الأولية والاستعجالية للطفل الشهينز نفس ساعة بعد ذلك قرر الطاقم الطبي المختص بتحويل هذه الطفلة إلى المستشفى الجامعي تيزيوزو باعتبار أن المصلحة المختصة لأخذها بعين اعتبار غير موجود فيها على مستوى مؤسستنا الصحية هذا وبعد الاجتماع الذي جمع المواطنين ومدير الصحة بولاية تيزيوزو تم المصادقة على إرسال محققين للتحقيق في قضية وفاة الطفلة شهي الناس إن لله وإن إليه يراجعون